بعد مرور عام كامل ما زالت أكثر من 200 فتاة تحت قبضة خاطفهن من مسلح بوكو حرام شمال نيجيريا عملية استنفرت العالم بأسره وقتها حين اختطف المسلحون ما يزيد على 270 فتاة تتراوح أعمارهن بين الثانية عشر والسابعة عشر بعد اقتحام سكن طالبات ثانوية الفتيات في تشي بوك وفي الذكرى الأولى لهذا الموعد الحزين أقام أعداء حملة أعيد لنا فتياتنا صلوات في العاصمة النيجيرية أبوجا للتضامن مع الرهائن وعائلاتهن وللمطالبة بالإفراج عنهن حبيب بولوغان عضوة في هذه الحملة لم تفقد الأمل بعد ولا تزال تعمل من دون كلان لاسترجاع الفتيات عائلة أعيد لنا فتياتنا وعائلات المختطفات فضلا عن العالم بأسره لم يفقد الأمل وما زلنا نؤمن بأنهن أحياء يرزقن وسيعدن إلى بيوتهن وإلى ذويهن نحن مصرون على التمسك بهذا الأمل بدوره نجح الجيش النيجيري مؤخرا في تحرير عشرات البلدات الخاضعة لسيطرة الجماعات المتطرفة لكنه نفى معرفته بمصير المختطفات جنود الجيش النيجيري يقومون بدورهم على أكمل وجه أجل هم يقومون بتحرير البلدات من إرهاب مقاتلي بوكوحرام ولكن أين يختبئ هؤلاء المسلحون فوجودهم في بلادنا يعني أن الخطر ما زال يحتق بنا من كل جانب لذلك فإن المهاجرين النيجيريين ليسوا مستعدين للعودة إلى بيوتهم وكانت منظمة هيومن وايتس واتش أصدرت تقريرا أواخر العام الماضي قالت فيه إن النساء والفتيات التي تعرضنا للاختطاف على يد جماعة بوكوحرام أجبرنا على الزواج واعتناق الدين الإسلامي كما تعرضنا إلى انتهاكات جسدية ونفسية وإلى العمل القصري وأيضا الاغتصاب أثناء الاحتجاز واستندت المنظمة في تقريرها إلى إفادة بعض الفتيات التي تمكن من الفرار من قبضة المسلحين رغم ما تعرضت إليه الفتيات التي تمكن من الهرب فهن يتمتعن بقوة فريدة من نوعها لأنهم لم يسمحن لما حدث بأن يحطم حياتهم حيث قمنا بالعودة إلى دراستهن فمنهن من دخلت الجامعة الأمريكية هنا في يولا ومنهن من خرجنا لإكمال دراستهن في الخارج وكل الأخبار التي تصلون عنهن طيبة ومبشرة بمستقبل حافل وتبقى تداعيات عملية الخطف قائمة حيث تسببت الانتهاكات التي ارتكبتها بوكو حرام وعدم تدخل الدولة بشكل كاف وقتها في تغذية مشاعر الخوف والألم لدى العديد من الناس شمالي نيجيريا